أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف عن حرصه الشديد على الارتقاء بالعملية التعليمية وتقطي تحاديات التي تقف حائلا أمام تطوير المنظومة وضبط وانتظام العملية التعليمية جاء ذلك خلال جاولته بمحافظة الدقاهلية لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة وبحث سبل تطوير العملية التعليمية ومواجهة المعوقات حيث أكد محافظة الدقاهلية تارق مرزوق أهمية التعاون بين المحافظة والوزارة لاستمرار هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في تطوير العملية التعليمية